الحمد لله رمضان في هذه الليالي الأخيرة ونحن في جوار سيدتنا ومولاتنا فاطمة المعصومة سلام الله عليها ضيفنا لهذه الحلقة هو سماحة الشيخ حبيب الكاظمي الباحث الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية فحياكم الله وحيا سماحة الشيخ حياكم الله وسلمكم إن شاء الله أهلا ومرحبا بكم وتقبل الله وأعمالكم ومعرك الله فيكم إن شاء الله سادة المشاهدين هذه الحلقة نحاول أن نخصها في وداع شهر رمضان نسأل الله أن يتقبل أعمالنا وطاعاتنا ونسأل الله أن يتقبل منكم جميعا حديثنا مع سماحة الشيخ الكاظمي حياكم الله سباحة الشيخ سماحة الشيخ كما تعرفون الكثير منا في هذا الشهر المبارك ختم القرآن الكريم مرة وربما البعض ختمه أكثر من مرة ختمه ولكن حينما ينتهي شهر رمضان هل تبقى لنا علقة مع القرآن الكريم وإذا لم تكن فما هو الحل والحال أن أمير من سلام الله عليه يقول اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ونحن على مقربة من هذه السيدة الجليلة نسلم عليها نيابة عن الإخوان جميعا وأعتقد أننا عندما نزور هذه السيدة نفتتح حديثنا بالحديث عنها حق الجوار لما نزور هذه السيدة حقيقة استشعر رائحة موسى بن جعفر لأنها ابنته ورائحة الإمام الرضا عليه السلام لأنها أخته وكذلك الإمام الجواد لأنها عمته وحقيقة أن الإنسان يتكلم في محضرها ويعيش شيء من الرحب والعظم لهذه السيدة قبل أن أجيب على سؤالكم وأنا أستمع لتلاوة مباركة حقيقة أنتابني شعور كأن الإنسان يستشعر أن الله يتكلم معه خاصة في الخلوات ولا أقول للإخوان إذا أنتابكم هم غم قلق استعن بالقرآن الكريم طبعا استعان بأهل البيت مجالسهم مراثيهم أقول مع هذه المجالس لو أن أحدنا فتح القرآن الكريم تلاوة معطرة من سورة طه أول السورة أني أنا الله في ظلمة الليل في خلوة في صحراء في أي مكان وكأن الله عز وجل يخاطبك مباشرة يعني كما ذكرتم من رواية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يجعل القرآن شارحا للصدر نحن نقرأ القرآن للثواب بالتلاوة المجرد حقيقة القرآن الكريم كما قال أعلي عليه السلام من موجبات الشرح الصدر من موجبات اطمئنان الباطن لكن سبح الشيخ الإنسان إذا كان مجغول البال مهموما ربما ينشغل عن هو هذا الدواء وكلامنا إذا كان هو مبتلى بمرض باطني رب العالمين جعله شفاء لما في الصدور شفاء بالمعنى الأعم بالمعنى المنهجي كأفكار كمفاهيم والشفاء بمعنى قلق الباطن على كله سؤالكم أننا نحن في شهر رمضان ختمنا القرآن البعض سمعت قال أنا خمسة أنا ستة وعلى الأقل مرة واحدة وأنا في هذه اللحظة أقول لإخواني أخواتي من لم يختم القرآن ختم واحد إلى الآن أمامه متسع من الوقت أن يختم القرآن ولو أنه يحبس نفسه على القرآن الليلة وغدا وكذا حتى يختم القرآن ختمة كاملة هناك فضيلة في ختمة القرآن أقول لأنه نوع من الجفاء يعني إنسان يمر عليه الشهر الكريم ولا يقرأ جزء من القرآن الكريم ربما قرأ سمعت الشيخ ولكن لم يتكتم الختمة نعم قرأ مع عدم العذر في هذا المجال على كل حال فأنا أقول بأنه البعض مننا والكثيرون ختم القرآن مر مرتين إلى آخره وختمة القرآن كل ثلاثة أيام مر أمر ميسور جدا يعني لا مشكلة فيه الكلا بعد الشهر الكريم بعض المؤمنين يضع القرآن على الرف من شوال إلى شهر شعبان هذا في الواقع ظلامة والسبب أنه لا يريد أنا دائما نقول للإخوان عاتبوا أنفسكم بمعنى الذي يرى أنه قيام الليل أحياء الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يقول هذه لأصحاب النبي وللنبي أنت أنت وأنت أنت أيها المؤمنة في هذه السنة وفي كل السنوات في ليال القدر كم تحيين الليل من الغروب إلى الصباح في يوم عرفة أنا رأيت بعض الحجاج يأتي إلى عرفة وهو منهك قبل الظهر تحرك من مكة نعم يأتي عند الزوال من الزوال البعض طبعا إلى غروب الشمس وهو في حال دعاء وذكر ومناجات نعم إذن المشكلة في الهم وفي الإرادة سبع الشيخ الخطاب يعني هنا إذن متوجه لكل الناس على مرة تأريخ طبعا يعني لا البعض كما يتصور أنها جماعة أو لفتر زمن على مرة تأريخ وفي كل السنة أنا أقول كلنا له قابلية لأن يختم القرآن هم لا تأتي هذه مشكلة البعض البعض سمعت الشيخ يتبجح بمشاغل الحياة التي تزداد يوماً على يوم ربما كلما كلما ازداد العمر كلما كثرت مشاغل الإنسان والتالي يبتعد أو ينقى بنفسه عن القرآن وعن الموضوع بأنه اتفاقان أصحاب المشاكل أصحاب القلق أصحاب الاكتئاب أصحاب المشاكل الاجتماعية هم أولى من غيرهم بالالتجاء إلى الله ورسوله الإنسان المكتفي مادياً مالياً صحياً وأن كان كل إنسان في فترة من فترات حياتي يبتلى ولكن هب أنك في هذا الشهر في أحسن حال من قال بأنك أنت معفي عن الدعاء وأنت في غنى عن الدعاء المهم فكما ذكرتم هذه العلقة التي وجدت في شهر ربضان أكونوا معي في هذه النقطة جيدة هذه العلقة التي وجدت مع القرآن مع المناجات أحدنا يفطر وقبل قليل سمع مناجاته أذان أعادتنا المؤمنون ساعة السحر يأكلون وهم يسمعون دعاء البهاء ودعاء بحمزة وإلى آخره طعامك شرابك قيامك كله كان في الواقع مختلطاً بذكر الله عز وجل أقول هذه المزية التي اكتسبناها في شهر رمضان علينا أن لا نفقدها بعد الشهر الكريم وهنا أحذر نفسي لعله يأتي في مطاول أسئلة موضوع الشياطين المغلولة أنا الآن يدي على قلبي أقول عن نفسي لا شغل لي بالآخرين أنا أقول من الآن الشيطان على الأبواب بمجرد أن ينتهي الشهر الكريم يعني مع أذان اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك الشياطين تنتشر في الأرض وهي كانت مغلولة قبل ذلك هذا ما نقف عنده سمحت الشيخ سمحت الشيخ أهل البيت سلام الله عليهم يعبرون عنهم بالقرآن الناطق وسيدهم علي عليه السلام نأتي إلى الإمام السجاج سلام الله عليه صاحب أعظم المناجآت أو المناجآت المشهورة كما في حديثي بحمز الثمال دعاء بحمز الثمال وأدعية السحر تقريبا مناجآت كلها من سوبة لعلي السجاج سلام الله عليه يقول في إحدى مناجآته اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملة وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله حملة ما معنى يكون القلب حامل القرآن صلوات الله عليه على إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه تقريبا شهر رمضان معجون وعجين بذكر إمامنا زين العابدين من خلال مناجياته الإمام يقول وجعلت قلوبنا له حملة هذا يذكرنا طبعا أحاديث أهل البيت كالقرآن الكريم لا بد أن نضم بعضه إلى بعض رحم الله صاحب تفسير الميزان ونحوه مدفون هنا أسلوبه تفسير القرآن بالقرآن علينا أن نطبق هذه النظرية حتى على روايات أهل البيت أن نفسر أحاديثهم بالحديث أشراف أمتي أصحاب الليل وحملة القرآن أصحاب الليل أصحاب الليل وحملة القرآن أشراف أمتي سيدنا الآن أهل الليل معروف أهل قيام الليل ولكن حملة القرآن وأستميح إخواني الحفاظ والقراء عذرا من يحفظ القرآن بمجرد الحفظ والتلاوة الجميلة المجودة على هذه الرواية إمامنا يجعل حمل القرآن محلق الصدر لللسان طبعا هذه مرحلة راقية الإنسان يطلق القرآن تلاوة جميلة ورب العالمين يودع القرآن في صدره هذا صدر مقدس ولكن الذي يشير له إمامنا زيد العابدين عليه السلام إلى حقيقة ما وراء الحفظ الظاهري والتلاوة الظاهرية أن يكون القلب حاملاً للقرآن الكريم حاملاً لمعانيه حاملاً لمعانيه أنا اليوم كنت أقرأ القرآن بعض الآيات المتعلقة بالأنعام في سورة الأنعام حقيقة كأنها الغاز الذكرين حرموا من الأنثين إلى آخرين حقيقة رأيت نفسي بحاجة إلى مراجعة التفسير هذه الآيات مبهمة بالنسبة لي فإذا من يريد أن يحمل القرآن الكريم لا بد أن يطلع على شيء من المعاني القرآنية وهنا يعني الحفظ لوحده لا يكفي واضح الحفظ عبارة عن انتقاد المنقوش إلى محفوظ في القل يعني كتابه المكتوب قرآنه المكتوب إنسان يقرأه فينعكس في ذهنه القرآن لا بد أن يتغلغل إلى القلب أيضاً يعني أنه يجب على الإنسان أن يعي معانيه أن يعي ولهذا القارئ المثالي الذي يعني يراد أن يجعل القارئ المثالي هو الذي مشاعره القلبية متناغمة مع الألفاظ الظاهري يقرأ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم وكأنه قرأ آية أخرى حول الأمور أحكام الشرعية على الإنسان أن يكون ملتفتاً لهذه المعاني إذا مر بآية فيها تخويف يسأل الله الاستعاذ من النار فيها تشويق يسأل الله الجنة والرضوان وهكذا فإذا أختم جوابي في هذه الفقرة وهذا يرتبط أيضاً بالجواب على السؤال الأول القلب إذا وعى القرآن يعني إذا صار القلب حاملاً للقرآن حينئذ يستذوق حلاوة القرآن يقول بعض الصالحين بعضهم يقول أنا عندما أقرأ القرآن أرى كأنه طعم العسل في فمي الذي يقرأ القرآن بهذه الكيفية طبيعي لا يفترق عن القرآن أبداً إذن يجب عليه كما يحمل القرآن يحمل معانيه ويحمل مفاهيمه وحتى يستطيع أن يجمع بين الحسنين اسمح الشيخ ذكرتم قبل هذا السؤال قضية الشياطين أن الشياطين في شهر رمضان كما هو المعروف أنها تغل وفيه حسب الخطبة الرسول صلى الله عليه وآله الشياطين فيه مغلولة ولكن بعد شهر رمضان ذكرتم أنها تطلق الشياطين وعندنا قول للإمام السجال سلام الله عليه يقول اللهم صل على محمد وآله واجعل القرآن لنا في ظلم الليل مؤنساً ومن نزغات الشياطين وخطرات الوساوس حارساً ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابساً فكيف يكون ذلك سمحت الشيخ؟ نعم ذكرتم الشيطان حقيقة كما قلت قبل قليل الإنسان يعني يخشى من هذا الانتقام المروع مرة تدخل حية في المنزل وتقتلها تنتهي القصة نعم ومرة تجرحها جرحاً ثم هذا الحيوان هذا الثعبان ينقض عليك ماذا يصنع بك الشياطين المغلولة طبعاً ليس معنا ذلك أن الشيطان لا يعمل لا يكون له دور أبداً الإشارة من بعيد الشيطان قبل شهر رمضان برمج البعض رأيتم الحاسوب المبرمج الشيطان برمج البعض قبل شهر رمضان المبارك ولهذا بعد أثناء الشهر الكريم هو لا يحتاج إلى جهد جهيد الآن ماذا نصنع لكي نبقي هذه الحصانة أولاً نفس الصيام إن شاء الله بعض المؤمنة لا أدري يمكن هذا المعنى الاتزام به الصيام صيام اليومين الخميس والاثنين أو صيام الدهر المروي في الروايات ثلاثة أياماً في الشهر يعني خميسين وأربعاء إذا أمكن الصيام بهذا المعنى هذا يقل إنسان سمحت الشيط كما يقل شهر رمضان نعم هذا صيام الدهر نعم لا يغني عن القضاك أعني أن له أثر صيام شهر رمضان الإنسان يذكر نفسه بالصيام بين وقت وآخر نعم الإضافة إلى ذلك رحم الله أحد العلماء السلف كنتم معه عنده بخلوة قالها من كل وجوده معنى كلامه يا فلان الإنسان لا يكون من الفائزين إلا بالمراقبة المتصلة المراقبة المتصلة وأكد على الاتصال يعني المراقبة المتصلة يعني يراقب نفسه يعني يراقب نفسه ولكن لا متقطعاً في شهر رمضان وعنا لا بأس بها يعني قل من ارتكب المعاصي الكبار في شهر رمضان المبارك ولكن الكلام الأيام والليالي عند الله السواء هناك عبارة جميلة في كتب الأخلاق يقول الأكوان متساوية المثول بين يديه يعني أبو أبا جهل عنه الله والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله في عالم التكوين نعم هذا كائن وهذا كائن بمعنى أصل الوجود وكذلك الأزمنة الأزمنة والأمكنة بمعنى من المعاني أينما تولوا فثم وجه الله نعم هذا الوجه يتجلى عند الكعبة عند قبة الحسين عليه السلام أقول ما المانع أن نعيش هذا الجو بين يدي الله عز وجل وثانيا كلامنا في الشيطان أدعو نفسي وإخواني الاكثار من الاستعاذة نحن غافلون عن هذا المعنى بأي لفظ سمع شيخ تكون هذا بأي لفظ كان أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين هناك بعض الإخوان لطيف يعني عندما يستعيد لا يقرأ الألفاظ المتعارفة أعوذ بالله من الشيطان من أحو عربي فصيح يقول اللهم إني أستجير بك منه يستجير يعني عظيم كيف إنسان أمامه عدو وبيده سلاح يستجير بالله فهذه المفردة تجمع كل مراضي الاستعاذة نعم فمثلا قبل التلاوة في الصنوات الواجبة الشيطان أحرص ما يكون على أحدنا وهو يصلي من باب يشغل الفكر سماعة الشيخ نعم لا لأن الموقف موقف حساس القرآن الكريم يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ يعني قبل أن تفتح القرآن وأنت تقرأ الجريدة أو تقرأ كتابا الشيطان لا شغن له معك بمجرد أن تفتح كتاب الله عز وجل تأتيك الوساوس البعض يقول يأتي للنعاس فورا أنام وأناعب القرآن الكريم أقول بأنه إذا قرأت القرآن فاستعذ وبطريق أولى أو مساوي إذا صليت لله عز وجل استعذ بالله من الشيطان ومارسة سماعة الشيخ الإنسان الاستعاذة ولكن تأتي الوساوس إذا أين تكمل المشكلة يعني طبعا الموضوع الوساوس يحتاج إلى حلقات لا هلا حلقة إجمال الثرثر الباطنية هذا من فراغ الباطن الإنسان الذي ليس له قوام داخلي هذا الإنسان يثرثر في باطنه هذه الثرثرة نعكس على باله ولهذا يصلي وهو في حال عراق وفي الصراخل مع الغير يعني يتكلم مع الناس وهو في صلاة أغلب الناس سمعت الشيخ نبتلونه بهذا الأمر طب ولا ذقينا في الكتب الأخلاقية أن السيطرة على الخواطر آخر مراحل الكمال في بني آدم آخر مراحل الكمال لأنه لا ينجو منها أحد نعم لأن الجوارح الآن يدي لا تمتدوا إلى الحرام هذا باختياري لساني شفتين إلى آخر لا أنطق بالحرام حتى القلب لا أهوى الحرام ولكن المشكلة في الذهن والقلب حقيقة والآن الحديث لا نؤكد سنده ولكن مروي رواية نقيفة لولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث تمريج في قلوبكم يعني قلوبكم فيها هرج مرج رأيتم بعض البلدان فيها افطراب تعبير دقيق لولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لا رأيتم ما أرى ولا سمعتم ما أسمع ما مروي عن النبي صلى الله عليه وآله أهنياً لمن كانت خواطره بيد هذا من الفائزين شكراً لكم سماحة الشيخ الأخوة شهروا لا انتهى الوقت شكراً لكم على ما تفضلتم به سادة في المشاهدين انتهى الوقت مع سماحة الشيخ حبيب الكاظمي و بدورنا نشكركم جميعاً على حسن المتابعة والمشاهدة بعد شكر جزيل لسماحة الشيخ نقول لكم السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته